مرحبا بأبنائنا وبناتنا من تلميذي السنة الثانية ثانويا بعضكم اختار شعبة الأدب وبعضكم اختار الاتجاه العلمية ولكن برنامج العربية نفسه تقريبا فهناك اختلاف وحيد في المحور الأخير وطبعا الفروض مختلفة سنحاول إنجاز دروس نظرية لفهم المحور الأول ثم سنمر إلى المنهج والتطبيقات مع مراعاة الاختلاف بين الشعب عنوان المحور الأول هو الشعر الجهلي فما المقصود بالشعر وما معنى الجهلي؟ لقد رأيتم في السنة السابقة نموذجا من نماذج الشعر العربي القديم وهو شعر الغزل في القرن الأول للهجرة في هذه السنة سنعود إلى الوراء قليلا وتحديدا إلى الفترة السابقة لظهور الإسلام وهذه الفترة تسمى الفترة الجاهلية فما معنى كلمة الجاهلية؟ نجد ذكرا لكلمة الجاهلية في القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا في سورة المائدة ونجد في سورة الفتح آية أخرى يقول فيها سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الأولى فكلمة الجاهلية حسب السياقات القرآنية تدل على بعض الصفات كالسفه والتصلط والكبر والتجبر والغضب والتعصب وهذا ما يشبه مدلول الجهل في بعض الأشعار الجاهلية كالبيت التالي في معلقة عمرو ابن كلثو أكتبوا لكم البيت ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ونحن ما زلنا إلى اليوم نستعمل هذه الكلمة للدلالة على شدة الغضب إذن الأصل الاشتقاقي لكلمة الجاهلية قديم ولكن الكلمة مستحدثة ظهرت بظهور الإسلام وأطلقت كمصطلح يفرق بين عهدين عهد عرف بالتكبر والتجبر والسفه والغضب والتعصب القبلي وهو العهد السابق للإسلام وعهد جاء بمكارم الأخلاق من تواضع وتسابح وانقياد لحكم الله ورسوله وهكذا تسمى الفترة السابقة للإسلام الفترة الجاهلية نمر الآن إلى الشعر ما المقصود بالشعر؟ لا شك أنكم رأيتم مفهوم الشعر في السنة السابقة ولا شك أنكم حافظتم أشهر تعريف قديم للشعر وهو تعريف قديم ابن جافر الذي يقول فيه الشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى ولكن الشعر لا يقتصر على هذا التعريف سنحاول أن نجمل مختلف المفاهيم الحافة بالشعر الشعر أولا هو كلام موزون مقفى يدل على معنى كما رأينا منذ حين فالشعر العربي القديم محكوم بالأوزان العروضية التي ضبطها الخليل بن أحمد الفراهيدي كما تعلمون ومن شروطه كذلك القافية الموحدة والدلالة على المعنى فلا يكون الشعر شعرا إذا فقد الدلالة والوزنة والقافية المفهوم الثاني يتعلق بالشعور وقد سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره والمفهوم الثالث يتعلق بالخلق والصنع وقد كان الشاعر عند الإغريق قديما يسمى خالقا أو صانعا وشباه العرب بالصائغ وذلك لقدرته على التصرف في الكلاب وتوجيه اللغة حيث شاء وهي قدرة لا يمتلكها كل الناس الآن ما هي مكانة الشعر عند العرب قديما قل أن صادف في تاريخ الإنسانية الطويل قوما اهتموا بأدبهم اهتمام العربي بشعرهم فقد كان الشعر ديوان العربي وسجل مآثرهم وأيامهم واحتل الشعراء مكانة مهمة في المجتمع الجاهلي والإسلامي على حد السواء وكانوا يشفعون عند الملوك وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني وما زالت الشعراء قديما تشفع عند الملوك والأمراء لأبنائها وذوي قرابتها فيشفعون بشفاعتهم وينالون الرتب بهم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام معجبا بالشعر وكان يقول إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما وقد اتخذ عليه الصلاة والسلام شعراء في صدر الإسلام للرد على أهاج الكفار ومن بين هؤلاء الشعراء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته كان يقول لحسان بن ثابت أهجهم يعني قريشا والهجاء غرض شعري يدور حول تجريد شخص من كل الفضائل والشمائل كان يقول أهجهم فوالله لهجاءك عليهم أشد من وقع السهم وفي هذا دليل على أن الشعر يرفع ويضع ويعز ويذل ويعتبر الشعر الجهلي وثيقة تاريخية مهمة لمعرفة حياة العربي وترائق عيشهم وصفات الإنسان العربي وتصوراته ورؤاه للعالم في الفترة الجهلية خاصة وأن الحضارة العربية كما تعرفون كانت حضارة مشافات ولا نمتلك بالتالي معلومات عن تلك الفترة باستثناء ما قدمه الشعر الجهلي وما تناقلته ألسنة الرواة من أخبار سننظر في الحصص القادمة في بعض النماذج من الشعر الجهلي ومن أشهر ما قيل في تلك الفترة قصائد تسمى المعلقات أو المذهبات وذلك لأنها حسب ما يروى كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة وذلك لقيمتها وفرادتها وتمييزها في بعض الروايات نجد سبع معلقات ونجد عشر معلقات في بعض الروايات الأخرى سننظر في نموذج كامل وهو معلقة طرفة ابن العبد وسننظر كذلك في مقتطفات أخرى من المعلقات وفي أشعار قيلت في الفترة الجهلية ولكنها ليست من المعلقات كشعر حاتم الطائي أو الخنساء نلتقي في حصص قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر